استجابة لما أثير حول أزمة الوقود خلال اليومين الماضيين أصدرت وزارة الداخلية بياننا الأربعاء أكدت فيه توفر الوقود في مستودعات شركة البريغا لتسويق النفط قائلة إن عملية التوزيع على محطات الوقود تسير بشكل طبيعي وأعلنت الوزارة مباشرتها في تأمين محطات الوقود وسيارات التوزيع المتنقلة داخل العاصمة ضمن جهودها للحفاظ على الأمن العام وتأمين وحماية المرافق والأهداف الحيوية والخدمية وفقا لبيانها بيان جاء بعد استنكار شركتين راحلة وخدمات الطرق السريعة الموزعتين للوقود لرسالة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريغا إلى المجلس الرئاسي الثلاثاء التي وصفت شركات التوزيع بالفاشلة في أداء مهامها حيث قالت شركة الراحلة في ردها على ذلك إن إقفال محطات وقود جنوب العاصمة ناتجة الحرب حال دون استمرار الشركة في توزيع الوقود بشكل منتظم إضافة إلى أن نزح السكان من ضواحي المدينة أدى إلى ازدحام المحطات وسط العاصمة مطالبة أجهزة الدولة الأمنية بضرورة حماية محطاتها من الاعتداءات المتكررة لضمان استمرار عملها وتفادي تفاقم الأزمة أما شركة الطرق السريعة فاتهمت على لسان رئيس مجلس إدارتها فتح عبد الرحمن المؤسسة الوطنية للنفط بإفشال شركات توزيع الوقود موضحة في تصريح لليبيا الأحرار أن هامش الشركة الربحي ضائل جدا وأنهم يعانون نقص الموظفين وقطع الغيار وظروف التشغيل السيئة في إشارة منها إلى الوضع الأمني وكانت الوطنية للنفط وشركة لبريغا قد حملتا شركات توزيع الوقود بشكل مباشر مسؤولية الأزمة وهي شركة خدمات الطرق السريعة والشرار الذهبية والراحلة وليبيا للنفط وأكدتا في رسالتهم المشتركة للرئاسي أن أزمة الوقود ليست بسبب عدم توفر المادة بل بسبب قصور في توزيعها أزمة يرى المتابعون للشأن الاقتصادي أنها مرتبطة بكون سلعة الوقود مصدرا كبيرا للتربح في ظل سعرها المدعوم والمتدني جدا مقارنة بدول الجوار ما يجعل إدارة توزيعها بشكل طبيعي وإصالها إلى المواطن تحديا يزيد من ضرورة التفات الدولة لمعالجة أسعارها وفقا لما هو مخطط له في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يأتي بند استبدال دعم المحروقات فيه من ضمن الأولويات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر